موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة الديلي تليغراف حيث طرح الكاتب روب كريلي في مقاله التحليلي السؤال التالي هل الدولة الإسلامية هي طالبان الجديدة؟ ويحاول الإجابة عن السؤال في مقاله في أول حديث علني لأبو بكر البغدادي قائل داعش الذي أعلنت دولة الإسلامية في العراق ونصب نفسه خليفة للمسلمين كانت رسالته واضحة دعا جميع مسلمي العالم إلى مبايعته على الخلافة في عام 1996 وقف الملة عمر على سطح أحد المساجد مرتديا عباءة عرف عنها أنها كان يرتديها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ستة أشهر غزت قوات طالبان كابل والسؤال الذي يطرحه المحللون هو ما إذا كان على العراق أتوجه نحو دولة ملامحها شبيهة بدولة طالبان في أفغانستان نواصل مشاهدين مع صحيفة التايمز حيث نطالع تقريرا بعنوان فرص العمل والأمن في قلب الهجوم الودي لداعش أعده توم كوغلان يقول كاتب التقرير إن مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام يستعدون لخلق فرص عمل وتوفير الأمن لمن يبايعون الخليفة محاولين بذلك تجنب الأخطاء التي ارتكبها تنظيم القاعدة السابق وقد نشر التنظيم مجموعة من الوعود على موقع الإنترنت كفيلة بكسب ود معظم المواطنين الذين همشهم النظام وتضمنت الوعود إعادة الحقوق والممتلكات إلى أصحابها وضخ ملايين الدولارات في أجهزة الخدمات المهمة للمسلمين وتحسين الأمن وتوزيع الطعام وجبية الجزية وتوزيع المساعدات على الأرامل واليتامى والمحتاجين نواصل مشاهدنا مع صحيفة لوفغيزيان التي نشرت تحت عنوان الجهاد والأمن جاء فيه تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع قانون أعدت لمكافحة الإرهاب مشروع القانون المزمع تقديمه للجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعة القادم يحدد طرقا جديدة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب وزير الداخلية بيرنارد كازانوف قال إن لديهم الحق المطلق في الرد على الإرهاب الذي يشارك فيه ما يقرب من ثمانمائة شاب فرنسي غادر قسم كبير منهم لتنفيذ عمليات جهادية في سوريا في حين عبر ثلاثمائة منهم عن رغبتهم في الذهاب إلى سوريا وهم مستعدون للسفر في أي لحظة وأضاف الوزير أن ثلاثين جهاديا فرنسيا قد لقوا حتفهم في سوريا وأن مائة وثمانين آخرين يواجهون الموت في الجبهات السورية كما أن هناك أكثر من مائة جهاديا فرنسي عازمون على العودة من سوريا إلى فرنسا وأضاف الوزير قوله وبالتالي فإن الخطة التي أريد تنفيذها تستند إلى إجراءات محددة من بينها فرض حظر سفر الشباب إلى الخارج في حال طلب أحد والديهم ذلك وسيتم تعميم معلوماتهم الشخصية في منظومة شينغن لمنع خروجهم من أي بلد أوروبي آخر نتابع مشاهدنا الكرام مع صحيفة The Age التي نشرت تحت عنوان زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يخرج إلى العلم جاء فيه حول أصداء ظهور زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في مقطع فيديو تقول صحيفة The Age الأسترالية أن أبا بكر البغدادي الذي نصب نفسه خليفة للمسلمين ظهر مرتديا عمامة سوداء وجلبابا طويلا لأول مرة بشكل علني في إحدى مساجد مدينة الموصل العراقية وتضيف الصحيفة بأن الرجل المعروف باسم أبا بكر البغدادي كانت له بضع صور فقط على شبكة الإنترنت قبل أن يبث تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام فيديو لخطبة ألقاها يوم الجمعة الماضي واستمرت 21 دقيقة واعتبرت الصحيفة أن ظهور زعيم التنظيم في هذا الفيديو وهو يلقي خطبة في الموصل التي كانت سابقا تحت سيطرة القوات الأمريكية خطوة غير مسبوقة لم يقدم عليها حتى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وتقول الصحيفة أيضا أن البغدادي كان يمتنع سابقا عن المخاطرة بالظهور علنا لكنه أقدم على هذه الخطوة بعد أن أصبح تنظيمه يمتلك قوة كبيرة وبات المطلوب رقم 2 بعد زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري حيث عرضت الولايات المتحدة مبلغا قدره 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض عليه وتقتتم الصحيفة بالقول إن تنصيب البغدادي نفسه كخليفة للمسلمين لم يأخذ على محمل الجد من قوان التنظيمات الجهادية الأخرى ولكن الرجل برأي الصحيفة أراد من خلال ظهوره العلني هذا إرسال رسالة لمعارضه مفادها أن الواقع على الأرض قد تغير لمصلحته نواصل مشاهدنا الكرام مع موقع العربي الجديد الذي نشر مقالا لبرهان غليون بعنوان من حمز الخطيب إلى محمد أبو خطير جاء فيه الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام عن طريقة تعامل عناصر المستوطنين والجيش الإسرائيلي مع الناشطون الفلسطينيين وتتويجها بقضية محمد أبو خطير الذي أحرق حيا لبث الرعب في صفوف الفلسطينيين لمتابعة مشروع استكمال استيطان الضفة الغربية لا يمكن إلا أن يستدعي في ذهن الإنسان صورا وحقائق كثيرة معروفة أولا التطابق الملفت بين الطريقة التي عرضتها مئات الفيديوهات التي تظهر عشرة من نشيات الأسد تركل بأبواطها هذا الفتى أو ذاك والطريقة التي عامل بها الجنود الإسرائيليون من الفتى الفلسطيني وفي الحالتين على سبيل الانتقام والردع وإعطاء المثل الآخرين ثانيا لا ندري من تعلم من الآخر جماعة الأسد وشبيحته أم جيش إسرائيل والمستوطنين لكن ليس هناك أي شك في أنهم تعلموا جميعا في مدرسة واحدة وينتمون إلى مذهب واحد العنف والتنكيل والإذلال لانتزاع الخضوع والخنوع والإذعان ثالثا المشترك بين هؤلاء أنهم ينظرون إلى السكان الذين يتحكمون بهم أعداء النهائيين لا يمكن كسبهم رابعا العنصرية التي تنتزع صفة الإنسانية عن الخصم وبالتالي استباحة دمه خامسا الفوضى والاستهتار بمعاني الحق والقانون الذين يكمنان وراء المحرقة التي يعيشها الإنسان في سوريا والعراق وربما في المشرق بأكمله سادسا لكن ما كان لهذا الحادث أن يكون مؤسسا لنظوم العنف الراهنة السياسية والإقليمية وأن يستمر تأثيره إلى اليوم وبالتالي جعلوا هدر الحقوق أمرا طبيعيا ومقبولا ومبررا لو لم يصادق عليه الغرب سابعا عنف الاستيطان الذي قوض معنى الحق وأسس للامتهاك الشامي لحقوق الإنسان من حمز الخطيب إلى محمد أبو خضير رسالة واحدة مصير واحد وعنف واحد حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في صحيفة الرأي الأردنية التي نشرت مقالا لصالح القلاب بعنوان لغز داعش جاء فيه أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا فنائم مستشارة الأمن القومي الأمريكي بن رودز حمل نظام بشار الأسد بعد طول تردد وانتظار حمله مسؤولية ظهور تنظيم داعش وهو قد قال أن هذا النظام وليس هذا التنظيم هو مصدر التهديد الإرهابي وكذلك وفي الاتجاه ذاته فقد وجه الكاتب أنتوني لويد في صحيفة التايمز البريطانية وجه اتهاما صريحا للأيس السوري بالضلوع في إنشاء الدولة الإسلامية في العراق والشم لقد كانت هذه الحقيقة واضحة منذ ظهور هذا الاسم للوجود وهي اتضحت أكثر وأكثر بعد التاسع من حزيران الماضي حيث أبدى بشار الأسد استعداده للمشاركة في مواجهة خطر هذه الداعش وحيث بادر إلى شن غارات جوية على مواقع قوى الثورة العراقية ودعيا كذبا وزورا وبهتانا أنه يستهدف هذا التنظيم وحيث بادر نور المالكي ومن خلفه أو من أمامه إيران على عزف هذه المقطوعة نفسها التي وجدت ترحيبا غربيا حتى من قبل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي اتخذ مواقف مستغربة ومثيرة للتساؤل بالنسبة للأزمة العراقية المتفجرة وبهذا فقد اتضح الوزو داعش وثبت أنها صناعة المخابرات السورية والمخابرات الإيرانية وأن المقصودة بعد تطقيمها والنفخ فيها وتصويرها على أنها تهدد ليس السوريا والعراق ولا الشرق الأوسط وإنما العالم كله هو إلصاق تهمة الإرهاب بأكثر فصائل الثورة السورية اعتدالا وبثورة السنة العرب الذين لم يلجأوا إلى ما لجأوا إليه بعد التاسع من حزيران الماضي إلى بعد أن طفح كيلهم وبعد تمادي نور المالكي كثيرا في استهدافهم وإقصائهم وتهميشهم واستباحة كراماتهم والتطاول على محرماتهم وحرماتهم إن المقصود هو تزوير الحقائق وبأنه لا وجود لأي معارضة أو ثورة إن في العراق وإن في سوريا إلا داعش وأنه على العالم الذي غدا مستهدفا بنامط جديد من الإرهاب أن يقف إلى جانب نور المالكي وبشار الأسد وإيران بالطبع لمواجهة هذه الآفة الكونية نواصل المشاهدين الكرام مع صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالا لياسر الزعاترا بعنوان حول ظهور البغدادي صوتا وصورة جاء فيه في الحديث عن ظهور أمير الدولة الإسلامية أو الخليفة البغدادي من خلال خطبة جمعة فمت أكثر من جانب يمكن الحديث عنه في الجانب الشكلي يمكن القول إنما جرى كان متقنا لجهة الإخراج والتصوير السينمائي الواضح فالهيئة تنطوي على قدر من الهيبة وبدى في اللباس كأنما هو خليفة عباسي في أحد المسلسلات التاريخية المتقنة أما من زاوية المضمون فهي لم تحمل جديدا من حيث الموقف اللهم سوى محاكاة الرجل لأبي بكر الصديق في خطبة توليه الخلافة وفي كل ذلك بدأ أن ما ذكر عن البغدادي كان صحيحا لجهة أنه أقرب إلى شخصية شيخ أو عالم منه إلى شخصية السياسي فحديثه لم يكن مسيسا يشير إلى ذلك وجود طاقم سياسي وعسكري من حوله بصرف النظر عن الرأي في اجتهاداته من حيث الصواب والخطأ من ناحية الأسباب التي دعت البغدادي إلى اتخاذ قرار الظهور يمكن القول بكل بساطة أن ذلك يتعلق باستحقاقات التطور الأخير ممثلا في إعلان الخلافة لسيما أن معظم الجهات التي أعلنت رفضها قد تحدثت عن عدم معرفة الناس له كسبب للرفض بيعة المجهول أضف الكتب حين ظهر الزرقوي في شارط المصور في صحراء الأنبر كتبت في اليوم التالي قائلا إن ذلك سيكون آخر ظهور له على الأرجح وقد كان بالفعل فالأرض مليئة بالمخبرين والفضاء بأجهزة التجسس وهو ما ينطبقه هنا على البغدادي الخلاصة أن الشيء المهما لن يتغير بعد الظهر لكن المخاطر على حياة الرجل ستزداد أما التأييد فسيبقى محدودا وإن تحسن بعض الشيء لكنه سيرتبط بسنوك التنظيم أو الدولة مع الآخرين إن كان في العراق أو في سوريا نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة حريات التركية التي نشرت تحت عنوان المياه السلاح بيد داعش شافي تذكر الصحيفة أن تنظيم دولة العراق والشام الإسلامي داعش يستخدم السدود الموجودة على نهري الفرات ودجلة أسلحة فاعلة وفتاكة في عملياته كان أول إدراء لداعش في هذا المجل قيام بفتح بوابات سد الفلوجة ما دفع القوات العراقية الموجودة في حوض السد إلى الهرب ومكافحة تدفق المياه ثم أجبر إغلاق السد بعض المناطق الواقعة جنوبية العراق على استخدام المياه الراكدة التي خلفها مجرى النهر بعد إغلاق بوابات السد قلق بوابات السدود قلص المياه الذاهبة إلى المناطق التي تسكنها الأغلبية الشيعية جنوب العراق كما أدى إلى النقص حجم توليد الطاقة الكهربائية هذا وذكر خبيرا في الشؤون الدولية أن أولويات داعش هي السيطرة على الطاقة والموارد المالية والمياه وأن معركة المياه هي التي ستحدد الرابحة في المعركة نقرأ الآن في صحيفة صباح التركية التي نشرت تحت عنوان خطة ثلاثية المراحل للعودة إلى الديار خلال ثلاث سنوات جاء فيه حول المستجدات الأخيرة لعملية السلام في تركيا كشفت مصادر صحيفة صباح عن التقويم الجديد الذي ستعمل عليه أطراف من خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لإنهائها تماما وبحسب المصادر فإن تسليم أسلحة تنظيم البيكيكي سيبدأ وفق فترة زمنية معينة وسيتم في الوقت ذاته تحديد مجالة عدم التسلح كما سيتم وضع الأسس والقواعد القانونية لعناصر التنظيم العائدين إلى الديار من الجبل وستعلن في الوقت ذاته شروط الانتماء إلى هذا التنظيم وبحسب المصادر أيضا فإن المراجع القضائية كالمحكمة الدستورية التركية ومحكمة الجزاء العليا ستسهمان في تفعيل عملية السلام هذه حيث سيعلن جدول زمني لعناصر التنظيم الذين سيتركون أسلحتهم عائدين إلى الديار مع إمكانية العودة لمن لم يشترك بأي جريمة خلال عام واحد وسيتمكن عناصر تنظيم الـ PKK المتواجدون في أوروبا من العودة خلال عامين بحسب الجدول الزمني فيما سيتمكن الأعضاء المطاردون من قبل الانتربول الدولي والمنتمون إلى التنظيم من العودة خلال ثلاث سنوات وكذلك سيتم منح الجنس الجنسية التركية لكل طفل مولود داخل معسكرات هذا التنظيم نختم مشاهدينا مع زبداني FM من مجلة أكسوجين آخر أخبار بورصة أسعار القدروات مع حلول الشهر الكريم ارتفع سهم الكوسة بنسبة 25% بسبب الإقبال الشديد على طبخ فرقت الكوسة والبرغ العكوسة نتيجة عدم طبخ أكلات اللحمة مع ارتفاع سهمها بنسبة 11% للضاني و6% للدجاج كما سجل سهم البتنجان ارتفاع قدره 50% وكذلك الخيار والبندورة والبصل والبقدونس وكل عدة الفتوش أما في سوق الألبان والأجبان فسجلت أسعار اللبن والشنجليش والجبن أسعارا مشابهة لنفس أسعارها في نفس الوقت من السنة بينما ارتفع سعر طبق البيض لأكثر من 2900 ليرة سوريا بسعر 100 ليرة للبيض الصاغ و75 للبيضة المكسورة وسط خوفات من القراض البيض وخاصة المسلوق من مائدة المواطن بهذا مشاهدين الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل نلقاكم غدا إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة